الحديث حول هذا الموضوع أسعد باستضافة العقيدة المتقاعدة عبد الحميد العربي شريف الخبية في شؤون الأمنية أهلا بكم أهلا وسهلا بك سيدتي أهلا بكم إذن العقيدة المتقاعدة حسب هذه المحطيات التي تناولتها بجموعة من أو مصادر إعلامية فإن فلول الجماعات الإرهابية ربما في تطور أو في تغير في نمط السلوك في منعرج خطير غيرت أهدافها إلى الطرف المدني كيف ربما ترون هذا السلوك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبيه الكريم رمضان كريم لكم وكل المشاركين لازم نفهم أولا في مقدمة باستة وسمحتي سيدتي أن عدوة تيارات السلفية والدولة الإسلامية هي جزء منهم وإن مالت للفكر الخوارج هي عدوة ليست لغير المسلمين بل هي عدوة موجهة للمسلمين ولا يوجد عندهم في أدابياتهم ما يعرف بالعدوة للغرب الولاء لأنهم ينطلقون من الولاء للعقيدة الإسلامية وليس للمسلمين أولا ثانيا البراء من الآخر المتثف من أنظمة الكفر السائدة في العالم الإسلامي وإن كانوا مسلمين يطبقون للفرائض تنتهي إلى الإعلان بالجهاد والجهاد هذا يعني موجه للجهاد في الفكر التي لا يحتاج رخصة من ولي الأمر قريب وبعيد وكذلك مباح لهم التنكيل وإنزال أشد أنواع التعذيب والتنكيل بأعدائهم بدون التمييز بين المدينين الراضين أو الساكيتين عن حكامهم عن حكامهم الكفرة في مفهومهم وهذا ما يعرف بالخرج عن الحاكم هنا ننطلق إلى فكرة وهذه السيداتي باش تفهمي لموضو بيراتور تحمنين ينطلق وهنا ننطلق الفكرة الحاكمية التي حمية كفرانية النظم جاهلية المجتمعات والجهاد المسلح داخل المجتمعات المسلمة وهذا الفكر الذي خلى قوى استعمارية على رسم أمريكا وإسرائيل استغلالهم لضرب استغارة الدول الإسلامية نرجع اليوم لموضو بيراتور دي تيروس يعني الدولة الإسلامية معروفة بالعملية التي تقودها والتي كانت عملية جد أثرت في دول هي عملية الانتحارين أو الانغماسيين هو الهجوم على سواء مفهوم سواء أسواق شعبية سواء مزارات سواء مساجد دخول وتفجير أنفسهم بأحزيمة ناسفة أو كذلك الهجوم على مراكز سواء عسكرية أو ثكنات أو مراكز دفاع هو بعربات مفخخة عربات مزنجرة مفخخة بكمية كبيرة من المتفجرات والغريب في ذلك أن هذه المتفجرات هي من نوع C4 وهذه المتفجرات من نوع C4 لا توجد إلا في أمريكا ولا تخرج من الجيش الأمريكي إلا عن طريق CIA نعم لكن بحديث ربما عن هذه المعطيات التي تشير إلى أن هذه الجماعات أو فلول الجماعات الإرهابية التي كانت بصدد تحضير لعملية نسف المركز التجاري بوسط مدينة سطيف ربما يقودنا الحديث عن لماذا هذا الاختيار يعني اختيار مركز تجاري بوسط مدينة لماذا يعني في سنوات في الجزائر لم نشهد مثل هذه العمليات أولا كما قلت لك وحتى تخطيطات أولا سيدتي كما قلت لك أنه اليوم هذا نطلق من تكفير المجتمعات وتكفير المجتمعات هو إنزال أشد عقوبة بالمجتمعات بالشعب المدني بالعزة لأن اليوم هم عاجزين في مواجهة جيش وطن الشعبي أنا قلت لك سيدتي جيش وطن الشعبي مكتز بخبرة كبيرة ميدانية في مواجهة الجامعات الإرهابية خبرة تراكم خبرة عشرين سنة من القتال عمليات ميدانية تراكم خبرة في مجال الاستخبارات فاقة العشرين سنة كل هذا يقوض لأن الجامعة الإرهابية هذه سواء تابع الداعش الدولة الإسلامية والله للقاعدة الهدف تحت ما هو؟ هو الصادة الإعلامي والصادة الإعلامي لا يستطيعون القيام بصادة الإعلام لو لا يكون الهدف نتاحهم في وسط مول مركز تجاري كبير ورح يكون فيه ضحايا كبيرة ورح يكون بعض لوم وخلطة داخل وفي أطراف لوم التقصير يعني هذا كله من أجل إحداث فوضى داخل المجتمع ومن بعدين يعطوا فرصة لبعض الأصوات التي نعرفها تخدم أجندات خارجية أن هناك تقصير وأن بعدين يقول لك هذا الجيش هذا بعد كل ما ملك خبرة ويطعنوا في الجيش ويطعنوا في ذلك ولكن أظن أن الجيش وطني الشعبي خاصة دائما أقول أن القيادة العسكري على رأس الفريق سيد أحمد قيد صالح يدرك هذا الشيء واستبق كل العمليات هذه بضرب وشل والقضاء على الجامعات الإرهابية قبل ما تنفذ الأجندات التاحة والسيناريوهات التي كانت تكون جد 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 مكلفة للمجتمع الجزائري أكيد ومستجمنا من خلال العمليات النوعية لقواتنا على كل حدود الجزائر بالحديث عن خبرة قوات الجيش الشعبي الوطني الشعبي ربما نتحدث أيضا عن أنه هل ربما تذيق الجيش الوطني الشعبي على ربما فلول الجماعات الإرهابية هذه هو الذي دفع بهذه الجماعات إلى ربما اعتماد هذا الأسلوب الجديد وهو التوجه لعوض أنه يكون فيه استهداف للأجهزة الأمنية مثل ما كان سابقا اليوم نستهدف الطرف المدني أولا سيدتي أنا موفق الكلام بتاعك هو التضييق الخناق والانتشار الموفق الموفق كبير كبير والعمل اليوم نشوفه الاستخبارات اللي يراه يعني على أوجهي يعطى نتيج كبيرة أنه حاصر الجماعات الإرهابية لذلك الجماعات الإرهابية اليوم قلت لك دائما تتوجه لضرب نحن دعنا لو أتكلم بصفة دي كضابط سابق متقاعد لأن نقطة الضعف انتعنا القيادة العسكرية هي ما هي ضعف نقطة؟ هي شعبنا هي شعبنا تضرب نقاط الضعف انتعنا هي شعبنا لو تصيب الشعب انتعنا لمدني الأبرياء يعني نساء أطفال شيوخ عزل هذا كان يؤلمنا أكثر من أن نصاب نحن في عمليات الإرهابين اليوم يدركوا هذه الحقيقة ويريدنا الاستغلال نقطة الضعف انتعنا الحساسة التي تمسنا كجزائرين هي تضرب الفئة البريئة ورجع كما قدت لك مقدمة سيدتي في الفكر انتع الجهادية السلفية هذه لا يستثني المدانين العزل لأنه يعتبرون كفار ويكفرهم وقلت لك وينزل عليهم أشهد أنواع التنكيل والتعذيب والقتل هل يمكن ربما نقول بأنه تم استغلال حال في الاستنفار القصوى التي تعيشها عناصر قوات الجيشنا الوطني على كافة ربما الحدود الجسائرية نظرا لربما تدور أوضاع التي تعيشها الجزائر لضرب الجزائر في العمق في المس بأمن الفرد الجزائر هي يمكن استغلها الجماعات الإرهابية أنها اليوم تفك الخناق والحصار المفروض على كل المناطق التي يمكن تتمول منها الحدودية يقوموا بعمليات هكذا تضرب باشا يعني تفك الحصار وتخلي القوات الأمنية تتراجع للداخل وتأمن يمكن تركز قوات تحابات أمن المراكز التسوق ومراكز الإدارية الحساسة للداخل هذه يمكن تكون في خطة من خطة الانتحام ولكن هيهات هيهات لأن اليوم فات الزمان والجيش سبق كل هذا الشيء لأن حتى الآن لم أفهمت لماذا كان ترويج الجيش لعملية تنتعه والانتشار تنتعه بقوة والوسائل التي كان سخرها وكل شيء هاليوم أظن أن نبدأ الشعب الجزائري يدرك ما هي أهمية العمليات التي كان يقوم بها الجيش الوطني الشعبي والمناورات والانتشارات والإمكانيات التي كان يسخرها الحديث عن إدراك المواطن الجزائري بكل هذه المخاطر التي تحيط بالجزائر وحتى بالمخططات التي تهدف لزعزعة أمن واستقرار الجزائر ربما نتحدث أيضا عن ما مدى أهمية إبلاغ المواطن عن أي تحركات مشهوهة أولا سيدتي نحن نعيش في يوم العالم مبني اليوم على الإعلام المواطن هو جزء من الحرب الموجهة له والمواطن هو المستهدف بالطريقة لدرجة الأمس المستهدف في لقمة العيش تاعه المستهدف في الاستقرار تاعه المستهدف في أمنه وأمن أولاده ولقمة العيش كما قلت يعني اليوم نحن مجبارين على وضع المواطن الجزائري في الصورة أن كل ما يحدث أولا للحيطة والحذر ثانيا لرفع مستوى واليقظة عند الجزائري أي تحرك مشبوه يبلغ عنه وهذه أظن أنها تدخل في خطة وطنية سراتيجية لتأمين وردع أخطار عن البلد تاعنا نعم أيضا بالحديث ربما عن هذه الخطة الاستراتيجية الرئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة ترأس بالأمسة ثلاثة اجتماعا مصغرا خصصا للوضع الأمني بجنوب البلاد والمتعلق ببؤر التوتر شبه ربما منحلة خطر نظرا لربما لما توصل الأمن تعالفرد يكون في خطر يعني نعلم أنه العديد من الأنظمة الأمنية في العديد من كبرى الدول شهدت خلال سنة الفارطة وأيضا خلال هذه السنة العديد من الاختراقات كيف يمكن للمنظومة الأمنية الجزائرية عبما تواجه أن يكون في خرق للمنظومة الأمنية وخاصة أمن المواطن أولا لازم نعرف أن الاجتماع المجلس الأمني نقدر أن نسميه مجلس الأمني لأن لما يترأى السرية الجمهورية مجلس مثل هذا يكون في رئيس الروازير الأول وزير العدل وزير الداخلية وزير الخارجية مختلف قادرة الأجهزة الأمنية رئيس أركان جيش وطني الشعبي هذا أولا لتقييم الوضع يعني كل واحد من المشاركين سيقدم عرض رئيس الجمهورية والعرض هذا سيتم يناقش فيه الخطوط العريضة الكبرى في الأمن القومي للجزائر والعرض هذا راح يمكن باش فخانط رئيس الجمهورية يعني بالمجلس الأمني نتاعه هذا راح يأخذ خطوات لي راح تكون عملية لقدام وتكون ربما على شبه مراصيم تنفيذية والله لي راح تزيد ربما في دائما لما ندير عملية تقييم ربما نكتشف نقاط ضعف والله فراغات قانونية والنقاط ظل لازم تظهر والله نقاط ربما سجدت بعد ما قام بالانتشار لول يعني دائما هذا يكون العملية الدورية وهي عملية دورية عادية جدا جدا أنا أظن أن رئيس الجمهورية على الأقل يعني يجتمع بالمجلس هذا في الحالة العادية مرتين في السنة أما وأن جزائر تمر بظروف استثنائية لأن المنطقة المحيطة بنا كلها مشتعلة فإن رئيس الجمهورية أظن لما ترأس هذا المجلس أنا يعني لما طريقا استمحي لسيدتي أن تحليل الصورة هي منطقة رئيس في المجلس كان في راح تامة تامة وهذا دليل على القدرات التي نتمتع بها يعني الاقتصادية والمنظومة التشريعية والمنظومة الإحكام التي نتعنا للقضائية والأدوار التي تقوم بها مختلف أجزة الأمنية وعلى رأسة الجيش وطن الشعبي نعم في هذه الحالة هل يمكن الجزائر ربما يعني من خلال خبرة جيشنا في التعامل في مكافحة الإرهاب مجابهة الأعمال الإرهابية هل يمكن ربما لقدر الله أن تفدأ أي خرق للأمن الجزائري سيدتي لا يوجد أحد في العالم هذا في مأمن عن العملية الإرهابية ولكن أقول لك أن إلى يومنا هذا كل الخطة التي تنفذ والتي تحين من يوم الآخر أنا دائما أقول لكم أن الزيارة الميدانية الكثيرة لسيد الفريق رئيس أركان جيش وطن الشعبي المتلالي يتنقل للمناطق الحساسة والمركز قيادة ومركز دحكم هذا الدليل على تحيين الخطة وتفويت الفرصة عن أي عمل لربما يستهدف الجزائر نحن معرضين ويمكن أن نتعرض ولكن لما تكون عندك سلسلة من إجراءات الوقائية التي تتأخذها ورنمت تخذينها اليوم مع لمسا وعالي أظن تخفف وتقلل كثير 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 يعني بنسبة 90-95% من الأخطار التي ممكن نواجهها في المستقبل إن شاء الله شكرا جزيلا لكم سيدة العقيدة المتقاعدة عبد الحميد العربي شريف على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا لكم وس détكون وصحبا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم